منظمة الصحة العالمية منحازة للصين هكذا يقول الرئيس الامريكي دونالد ترامب يضيف ترامب المنظمة لا تتمتع بالشفافية في التعامل مع بكين بشأن وباء كورونا يتذرع ترامب بأي وسيلة لإلقاء اللوم على الصين ما دفع البيت الابيض لتعليق المساعدات الامريكية للمنظمة في ابريل الماضي واليوم العاقبة جسيمة ترامب يقرر قطع شعرات معاوية مع منظمة الصحة لا مساعدات امريكية لها فزعيم البيت الابيض يعتزم التبرع بهذه الاموال لدول فقيرة هي بامس الحاجة لمساعدات طبية كما يقول لانهم اخفقوا في القيام بالاصلاحات المطلوبة والمؤكدة سننهي اليوم علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية ونعيد توشيها هذه الاموال الى احتياجات اخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم ليست هذه المرة الاولى التي يقطع ترامب علاقة بلاده بمنظمات عالمية اتسبغ له ان اوقف الامدادات عن منظمة الانروا وتنصل من اتفاقيات دولية بحجة مستمرة عنوانها ان الولايات المتحدة تدفع دائما اكثر من الدول الاخرى دون اي مردود لبلاده